وانا عاوز اقول اليوم انت بتشاهد يمكن انت متزمت متعصب اول ما بتطلع على نزار عم بتسبه عم بتلعنه عم بتقول امور انا عاوز اقولك كل ما بتسبه بتلعن الكتاب بعلمني انه الرب رح يبركني وبحوش هاي بركات لقلي وانت لما بتلعن اخرين لما بتنظر انت خلينا اسألك سؤال لما بتمشي بالشارع وبتشوف ناس مختلفة عنك شو هي نظرتك بصراحة جوبني شو هي نظرتك لهؤلاء الناس وعلى فكرة انا مش بس بسأل المسلم بسأل المسيحي كمان اذا انت بتمشي بالشارع وبتشوف ناس بتختلف عنك بتشوف نساء محجبات او منقبات وبتشوف ناس بدقون بلحى شو تفكيرك عنهم هل هو في في داخلك محبة مسامحة شفقة بتصلي من اجله بتحبه عم تطلب من الرب انه ينيره او يهدي او انت كمسلم تنظر الى المسيحيين كفرة تنظر اليهم انه لا يستحقون الحياة جماعة نشسين رشسين كده انت بتحكم على الكل بمجرد شو انت اتعلمت من غير ما تدرك من غير ما انك انت فعلا تسأل انه يمكن هاي الناس فعلا ناس كويسة ومنحة وفعلا الناس هي محبة وهل الدين يقود الانسان انه يكره عاز اقولك اذا الدين بقولك اقتل اذا الدين بقولك ما تحب الشخص تاني اذا الدين بقولك ما تسامح اذا الدين بقولك انك تنظر الى اي شخص اخر انك تلعنه تقوله كافر او تحكي كلمات سلبية عنه انا بحب اكدلك هذا مش دين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة